مثل كل سنة وقبل ما يبلش فصل الشطة المواطن اللبناني على موعد مع أزمة بتتكرر دايما إلى علاقة بتكدس جبال النفايات وتوقف الشركات المسؤولة عن رفع هذه النفايات من الشوارع الأزمة اللي بعدها مستمرة إن كان بمسألة معامل المعالجة والمطامر من جهة ويلي عم تلجأ الدولة فيها لحلول مؤقتة أو من خلال أزمة الدولار يلي عم بتطال كل العالم شركات رفع ومعالجة النفايات عم بتنادي وزارة المالية وعم بتقول إن هي عاجزة كليا عن تأمين حاجاتها من المحروقات بسبب القيود المصرفية الموضوعة وعم بتطالب الدولة اللبنانية بدفع مستحقات الشركة بالدولار وبعد أخد ورد لأكتر من خمس تشهر أعلنت شركة سيتي بلو إنه وقفت عمليات رفع النفايات ونفس الشي عملته شركة رامكو وهذا الشي عم بيؤدي لتكدس النفايات بالشوارع رئيس مجلس إدارة شركة سيتي بلو ميلادي معوض قال بتصريحات صحفية إنه القصة كلها عند وزارة المالية اللي ما عم تقبل تدفع إلا بالليرة اللبنانية المستحقات بوقت هن مضطرين يشتروا المحروقات بالدولار الأمريكي بنفس الوقت دافع معوض عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي واعتبر بأنه الاجتماعي اللي صار معه مبارح كان إيجابي وسلامي قال خلال هيدا الاجتماع إنه عنده استعداد يعطي الدولي دولار على شكل القروض بس الدولي أو وزارة المالية ما بدا ومصرة إنه تدفع بالليرة اللبنانية ولامتابعة الموضوع التأى وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفد ضم النيبين أمين شري وفادي علامي ورئيس اتحاد بلديات الضاحي محمد درغام وممثلين عن الشركات المتعهدة لكنسة النفايات وجمعة بمختلف المناطق وبنتيجة هذا الاجتماع تم الاتفاق بحسب معلومات لتلفزيون نشرة على طرح مرضي للجميع ورح يتولى وزير المالية تنسي الموضوع مع حاكم مصر في لبنان وبحسب الاتفاق يلي صار اليوم فالمتعهدين التزموا بأنه يبشروا أعمالهم ليلي اليوم